اهلا بكم الى هذه النشرة المفصلة من الميادين وتتابعونا في ابرز عنوينها اجتماع الوزان بشأن سوريا ينطلق اليوم بحضور روسيا امريكيا ودول الاقليمية الفاعلة وسط انخفاض سقف التوقعات عقب اجتماعه بمجلس الامن القومي اوباما يشدد على حل الازمة السورية دبلوماسيا وفد صنعاء المفاوض يعود اليوم الى اليمن من مسقط مقابل تسليم جنديين امريكيين موقوفين لدى جهاز الامن القومي اليمني وفي النشرة الجنوب السوري لهيب الاقليم وثائقي على الميادين الليلة يكشف العلاقة بين اسرائيل والجماعات المسلحة صباح الخير بدأ وصول الوفود الى مدينة لوزان لسويسرية للمشاركة في الاجتماع الذي ينطلق اليوم بشأن الازمة السورية الاجتماع ينعقد على مستوى وزراء الخارجية وتشارك فيه كل من الولايات المتحدة وروسيا وسعودية وايران وتركيا والعراق ومصر وقطر المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى الشرق الاوسط ميخايل بوغدانوف قال ان التسوية في سوريا تحتاج الى ان تكون ضمن دائرة ضيقة من الدول التي لها تأثير مباشر في السوريين بدوره اعلن وزير الخارجية الروسي سرغيلا بروف ان موسكو لا تنوي طرح مبادرات جديدة في لقاء لوزان بشأن سوريا الوزير الروسي شدد على ان شروط استئناف التهديئة تتمثل بتنفيذ قرارات مجلس الامن مشيرا الى ان خطوات الشراكاء في الغرب ليست واضحة وزارة الخارجية الامريكية قالت انها لا تتوقع خرقا في اجتماع لوزان بشأن الازمة السورية المتحدث باسم الخارجية مارك تونر ابدى رغبة بلاده في مشاركة ايران في المباحثات وقال ان واشنطن تسعى الى تفعيل الجهود المشتركة بشأن سوريا وقبيل اجتماع لوزان شدد الرئيس الامريكي باراك اوباما خلال اجتماعه بكبار مستشاري في مجلس الامن القومي الامريكي على ضرورة الاستمرار في محادثات متعددة الاطراف لوقف الاعمال العدائية وتوصل الى حل دبلوماسي لانهاء الازمة السورية خطوة عدها البعض رسالة طمأنة غير مباشرة لمؤتمر لوزان من اجل تعزيز فرص الحل الدبلوماسي خلف هذا السياج الامني حيث البيت الابيضة ارد الرئيس اوباما مع فريقه للامن القومي الوضع في سوريا اوباما اوعز الى الفريق بضرورة الاستمرار في محادثات متعددة الاطراف مع الدول التي تملك مفاتيح الحل هناك لوقف الاعمال العدائية على نحو دائم والتوصل الى حل دبلوماسي لانهاء الحرب على نحو اوسع الولايات المتحدة لا تمتلك وسائل ضغط لفرض حل سياسي للازمة السورية والاسد عازم على المضي بالحل العسكري وبعض المراقبين يرى ان ما يجري محاولة روسية سورية لكسب الوقت وانهاء المهمة ميدانيا وللأسف اعتقد ان ذلك هو ما يجري هناك الحل السياسي في سوريا كان الحاضر الابرز في اجتماع مجلس الامن القومي الامر الذي عده البعض رسالة طمأنة غير مباشرة لمؤتمر لوزان لتعزيز فرص الحل الدبلوماسي حالما اتخذ قرار تعليق المفاوضات الثنائية مع روسيا بشأن سوريا مضغين في تعزيز الجهود المتعددة في الاطراف وباشر وزير الخارجية بصورة عاجلة الاتصال باطراف عدة بغية عقد لقاء للتشاور بشأن مسار يضم عددا من الاطراف لحل الازمة السورية ملاحقة قادة داعش والقاعدة في سوريا والعراق لا تزال ضرورة في تعزيز الامن القومي الامريكي وبالرغم من ان النهج داخل الادارة الامريكية ولد الراغبين في استنزاف سوريا وحلفائها واحباط روسيا هناك باتت لهم اليد العليا الا ان ذلك لا يعني بالضرورة تعديلا جوهريا في المعادلة العسكرية وفق مراقبين الخيارات التي تطرح داخل الغرف المغلقة وين يدفع بعضها باتجاه تحرك اقوى للادارة الامريكية الا انها تصطدم غالبا برغبة اوباما انهاء ولايته الرئاسية من دون فتح جبهة حرب جديدة ليرحل الملف برمته الى الرئيس المقبل محمد كريم واشنطن الميادين ميدانيا حقق الجيش السوري تقدما جديدا في الاحياء الشرقية لمدينة حلب بحسب ما ذكر المرصد السوري المعارض وقال المرصد ان القوات السورية تقدمت في الاطراف الشمالية للاحياء الشرقية وان احياء انعداء في الجهة الشمالية وشمالية الشرقية اصبحت تحت مرمى نيرانها واضف المرصد ان هذا التقدم هو الاهم منذ اسبوع وان الهدف منه فتح طريق جديد الى مطار حلب في شرق المدينة وفي ريف دمشق استعاد الجيش السوري بلدة دير خبية في غوطة دمشق الغربية وقال مصدر ميداني ان وحدات الجيش خاضت معارك عنيفة مع مسلحي جبهة النصرة الذين قتل منهم عدد كبير في مفر الباقون المصدر اوضح ان الاجتباكات مستمرة في محيط البلدة باتجاه مزارع بلدة خان شيح وسط قصف مدفعيا وصاروخيا كثيف يتواصل تنفيذ اتفاق المصالحات في قدسية والهامة في ريف دمشق الشمالي مع خروج اكثر من 1200 من المسلحين وافراد عائلاتهم الى ريف ادلب اتفاق ينعكس على توسيع مساحات الامان في محيط دمشق ويدفع نحو تطبيق مصالحات اخرى على مستوى سوريا محمد الخضر والتفاصيل اكثر من 1200 من المسلحين وافراد عائلاتهم خرجوا من قدسية والهامة الى ريف ادلب الشمالي اتفاق المصالحة في البلدتين يمضي بنجاح تسوية اوضاع من ترك سلاحه الى التنفيذ خلال ايام يليه دخول مؤسسات الدولة خطوات تنزع فتيلة توتر كان يضغط على العاصمة وتعيد الاستقرار الى عشرات الاف العائلات في البلدتين ايقنت تلك المجموعات المسلحة بانه لا مفر إما حسم عسكري وإما مصالحة وإما تسوية لذلك ما تم في منطقة الهامة وقدسية يعكس حالة امنية على كل المناطق في سوريا من أجل خضوع المسلحين إما لتسوية وأما الانتظار في موضوع الحل العسكري مصالحة قدسية والهامة تكمل قوسا من المصالحات من برزة شمالا إلى يلدى وبيت سحم شرقا والقدم ودرية والمعظمية جنوبا مصالحات تراهن دمشق على أهميتها لتأمين العاصمة وإعادة الحياة الطبيعية إليها هذه المصالحات تعقل صورة حقيقية لوعي المواطن السوري وتعقل صورة حقيقية لأمن واستقرار المحافظات برمتها وتوفر الجهد والمال والدم السوري الذي أراد له الآخرون أن يساعد على الأرض السورية أعتقد أننا يجب أن نتفهم أن المصالحة جزء مهم في حركة الحكومة السورية الجبهة المشتعلة على تخوم العاصمة تتركز في الغوطة الشرقية لا يبعد مسلح فيلق الرحمن وجيش الفسطاط عن الأحياء الشرقية أكثر من مئات الأمتار موقع مكنهم من استهداف المدنيين بالهاون والقذائف الصاروخية تعتقد أن مسألة جوبر لا تحل إلا بالحل العام يعني ما يجري ما تقوم به القوات المسلحة في منطقة الريحان سيؤثر على موضوع جوبر مستقبلا وبالتالي عندما يستكمل الطوق أعتقد أننا سنذهب باتجاه كما قلنا الآن هناك تسويات ستكون هناك تسويات إن شاء الله في الغوطة لم تنعم دمشق بحالة من الأمان كما هي حالها اليوم أمان خطته مواجهة الجيش السوري للمسلحين ومصالحات أقلعت بقوة بعد نجاح اتفاق دارية في إبعاد المسلحين والمضي بمصالحة قدسية والهامة أتمام المصالحة في قدسية والهامة ينقل الجهد إلى الغوطتين الشرقية والغربية جهد أثمر باستعادة الجيش السوري لبلدة ديرخبية وبالضغط العسكري على مسلحي جبهة النصرة في مزارع خان الشيح حمد الخضر دمشق الميادين أعلن رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستلجأ إلى خطة بديلة إذا لم ترغب قوات التحالف الأمريكي في وجود قوات تركية في العراق أردوغان قال أن أنقر مصرة على المشاركة في عملية تحرير المصل وأنها ستبلغ التحالف الدولي خلال الأيام المقبلة نيتها المشاركة في العملية وأوضح أردوغان أن الجيش التركي ذهب إلى بعشيقة بناء على اتفاق مع بغداد نحن عازمون على الانضمام إلى قوات التحالف في العراق لتعزيز وحدته وتماسكه لكن إن رفضت قوات التحالف ضم تركيا فإننا سنطبق الخطة باء وإن لم ينجح ذلك فسنطبق الخطة تاجين لم تتأخر الردود العراقية على تصريحات سعودية والتركية الرسمية بشأن رفض مشاركة الحشد الشعبي في معركة تحرير الموصل الردود العراقية أجمعت على رفض التدخل التركي والسعودي في المعركة تأكيد الحشد الشعبي مشاركته في معركة تحرير الموصل من تنظيم داعش يبدو الأبرز والأكثر وضوحا من بين ردود عراقية عديدة على التصريحات التركية والسعودية الأخيرة من السهل رصد تصاعد نبرة الخارجية العراقية ولسيما بعد استدعاء السفير التركي وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة اطلاق مثل هكذا تصريحات باعتبار أن الحجد الشعبي ميليشيات طائفية أو ما إلى ذلك يمثل في هذا الوقت وخصوصا في هذا التوقيت أمر منفوذ بل ومستهجن لأنه بذلك يحاول أن يخدم على الأقل أن مثل هكذا تصريحات تتخدم جبهة داعش ولن تدعم بصورة ولا بأخرى جهود الحكومة العراقية الرامية لتحرير هذه المدينة إضافة إلى ذلك مثل هكذا تصريحات هو مس في الشأن الداخل العراقي وتجاوز للسيادة العراقية ليس من شأن السيد الجبير ولا من شأن غيره أن يحدد من هي القطاعات أو القوات أو التشكيلات التي ستحرر مدينة المنصر بلغة حادة رد زعيم التيار الصدري مقتضى الصدر على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فدعاه إلى سحب القوات التركية من مخيم بعشيقة بكرامته قبل أن يتم طردها من العراق الصدر أكد استعداده لحماية أهالي الموصل بالتنصيق مع الحكومة العراقية اللغة الحادة التي استخدمها أردوغان أخيرا تجاه رئيس الحكومة العراقي حيدر لعبادي أثارت انتقادات عراقية واسعة وسنلتزم بحدودنا على حدود وطننا ولكن عليك أنت أن تلتزم بحدودك وهي بحدود وطنك فتواجد على أرضك وستكون ملتزما بحدودك ونحن نتحرك على أرضنا وفي حدودنا فنكون ملتزمين بحدودنا وفي موازات زيارة العبادي إلى كاركوك للاطلاع على تحضيرات القوى الأمنية أصدر رئيس البرلمان السابق أسامة النجيفي بيانا دعا فيه أهالي مدينة الموصل إلى دعم الجيش العراقي والقوات الأمنية والحشد العشائري وقوات البشمرقة النجيفي دعا أهالي المدينة إلى ملازمة بيوتهم بانتظار ما وصفها بساعة التحرير التي حانت بتوازي تتواصل وتعزيزات العسكرية إلى محافظة لينوى في جنوبها وشمالها استعدادا لمعركة تحرير الموصل عبدالله بدران وضعت لمسات خطة تحرير الموصل الأخيرة واكتملت الاستعدادات للعملية فساعة الصفر اقتربت خطة العملية البرية تؤكد أن محاور قتال النخبة ستتوزع بين آسك الموصل شمال المدينة واندفاع قوات النخبة من الشورة جنوبها بغطاء جوي وتحديث محتمل تفرضه تطورات الميدان مسكريا نحن جاهزين مئة بالمئة وهناك كثير من الأحاديث الآن على أن هناك جهازات ستعمل على سحب تنظيم داعش من الموصل قبل بدء المعركة وتحويلهم إلى سوريا على اعتبار أن الملف السوري لم ينتهي بعد مليون مدني أو يزيد لا يزالون تحت احتلال داعش ويشكلون درعا يحتمي بها مقاتل التنظيم تقاطع المعلومات يؤكد أن 65 حيا في الموصل أراد إحاطتها داعش بحزام من خندق ملأه بالنفط الأسود للتعتيم على القطعات العسكرية ولإرباك حركة النازحين ما فرض خطة لإخلاء مدني الموصل بحجم خطة التحرير الأولوي اليوم في القرار السوقي العسكري العراقي هو موضوعة العائلات والحفاظ على الآمين وكذلك على الممتلكات وأيضا البلد التحتية لليوم عندما نتكلم عن عدو نتكلم عن عدو مهزوم وكذلك عن أصر التنظيم من الممكن أن نستخدم ورقة الأهالي كورقة ضغط على جنب العسكرية العراقية ويفترض الأمريكيون أن جوا سياسيا داخلية بحاجة لتثبيت أكثر قبل بدء العمليات وتركوا لبغداد إعلان ساعة الصفر وإن لم تكن استشاراتهم بعيدة عن رسم موعدها وبغداد هي الأخرى تركت للأمريكيين إحراج تركيا سياسيا على تدخلها العسكري وفقا للاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن انتشرت مختلف الصنوف العسكرية في محاور العمليات وفقا لخطة تحرير الموصل أما في بغداد ففرضت الحكومة تركيزا على الميدان أحرج معه كل الأفريقاء ففرض عليهم هم ترك المناورة السياسية في ملف تحرير الموصل عبدالله بدران بغداد الميادين النشرة مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل تفكيك شبكات إرهابية كانت تعد لتنفيذ تفجيرات في لبنان أهلا بكم الجديد لهذه النشرة من الميادين أفاد مراسل الميادين بأن وفد صنعاء المفاوضة سيعود اليوم إلى العاصمة اليمنية من مسقط وبحسب مصادر يمنية سيسلم جنديان أمريكيان موقفان لدى جهاز الأمن القومي اليمني مقابل سماح لوفد صنعاء بالعودة إلى اليمن على متن طائرة عمانية وستنقل الطائرة في طريق عودتها جرح مجزرة قاعة العزاء في صنعاء للعلاج في مسقط أعلنت بريطانيا أنها تعتزم طرح مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى هدنة فورية في اليمن وستنى في محادثة السلام السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو ريكو روفت قال أن لندن قررت طرح مسودة قرار دولي بعد موت البيان الخاص باليمن وكالات رايترز نقلت عن مسؤول أمريكي كبير قوله أن الهجوم الذي استهدف مجلس عزاء في مدينة صنعاء مطلع الأسبوع تصعب استساغته لأنه قتلت فيه شخصية محورية في عملية مصالحة واصفا الهجوم بالفضيع إلى ذلك وصف مسؤول أمريكي ثاني هجوم صنعاء الأخير بغير المبرر مؤكدا أن بلاده تراجع كل المساعدات التي قدمتها إلى التحالف بقيادة السعودية بما فيها المعلومات الاستخبارية والدعم اللوجستي وإعادة التزود بالوقود استهدف الجيش اليمني واللجان الشعبية رتلا عسكريا للجيش السعودي قبالة منفذ البقع الحدودي وقد وزع الإعلام الحربي في اليمن مشاهد للعملية حيث تظهر الطائرات السعودية في الأجواء ثم تحدث انفجارات كبيرة نتيجة من عبوات ناسفة رتلا العسكرية السعودي عقد أعضاء مجلس الأمن الدولي جلسة غير رسمية جرى خلالها الاستماع إلى آراء حقوقينا وخبراء دولينا في مسألة الاستيطان واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في قدم الأراضي بالضفة الغربية الاجتماع يسبق استعدادات لطرح مشروع قرار في شهر المقبل أمام المجلس يعارض الاستيطان الإسرائيلي لزار عبود والتفاصيل كل القوانين الدولية تمنع الاحتلال والاستيطان لكن إسرائيل تمضي في نشاطها في احتقار تام للشرائع الدولية ومجلس الأمن الدولي لم يستمع في قاعته الرسمية لشهادات أدل بها حقوقيون أمريكيون وإسرائيليون وأوروبيون حول جشع الاحتلال وتغوله في سرقة الأراضي الفلسطينية وتهجير أصحابها على مدى نصف قرن ليجرد الفلسطينيين من أي شيء يتفاوضون عليه أصحاب القضايا هي الكتل الاستيطانية أي المستوطنات تريد إسرائيل لاحتفاظ بها وكم تحتل من أراضي وكيف ستتصل بإسرائيل من دون تقطيع الدولة الفلسطينية وتقويض قدرتها على البقاء في عاصمتها القدس الشرقية وكيف ستجد إسرائيل أراضي للمقايضة إسرائيل جعلت 20% من الضفة أراضي حكومية وسمحت للفلسطينيين بالبناء على أقل من 1% من المنطقة جيم ووضعت 60% من الضفة مؤقتا تحت السيطرة الإسرائيلية وعلى مدى العقد الماضي هدمت 12 ألف منزل في الضفة ما عدى القدس الشرقية الولايات المتحدة حمت الاحتلال والاستيطان واستخدمت الفيتو قبل خمسة أعوام لمنع صدور قرارا في مجلس الأمن الدولي لكن ما رأي القضاء بذلك على الدول الأعضاء وضع حد لانتهاك القانون الدولي ولا يجوز أن يعترفوا بوضع غير قانوني كأنه قانوني أو يدعم استمرار الوضع الشاب معاهدة جنيف الرابعة تجبر الأطراف المعنية على احترام القانون الإنساني الدولي وتمنع إنشاء مستوطنات ورغم كل هذا الاستياء ورغم بوضوح الثوابت القانونية استطاعت إسرائيل الإفلات من كل محاسبة في احتلالها الاستيطاني المعلن في استخفاف علني بالقوانين والمعاهدات الدولية قبل أيام فقط صدرت إدانات شديدة من واشنطن ومن الأمم المتحدة بشأن الاستيطان لكن هذه الإدانات بقت حبرا على ورق كسائر القرارات التي اتخذتها الأمم المتحدة لتسوية القضية الفلسطينية نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين في لبنان نجحت الأجهزة الأمنية في تفكيك عدد من الشبكات الإرهابية التي كانت تعد لتنفيذ تفجيرات خلال أحياء مراسم عاشراء وأثمر التنسيق بين هذه الأجهزة تجنيب لبنان أكثر من عملية منها كان في الضحية الجنوبية لبيروت تقرير عباس صباغ إنجاز أمني جديد يحقيقه لبنان في حربه الاستباقية ضد الإرهاب فالأجهزة الأمنية تمكنت قبل نحو أسبوع من تفكيك عدة خلايا إرهابية كانت تعد لتنفيذ تفجيرات انتحارية في أكثر من منطقة لبنانية مقتضة ولا سيما خلال إحياء مراسم عاشراء اللافت أن الجماعات الإرهابية استحدثت أسلوبا جديدا لتنفيذ هجماتها ولإيقاع أكبر عدد من الضحايا المدنيين ويقبن في استخدام جسم طائر يمكن تحميله بمتفجرة صغيرة ومجهز بكاميرا خفية متطورة عدا عن ضبط سيارة مجهزة بمخبأ سري تستخدم لنقل وتهريب الأسلحة الأجهزة الأمنية أوقفت عددا من المنتمين لداعش والنصرة بعضهم جاء إلى لبنان من الرقة السورية عبر عكار شمال البلاد فيما البحث متواصل لتوقيف أحد الانتحاريين المفترضين يعتقد أن دوره كان تنفيذيا وليس تمهديا الاستنفار الأمني في لبنان بات شبه متواصل منذ العام 2013 مع موجة السيارات المفخخة والانتحاريين التي ضربت بيروت وضاحيتها الجنوبية إضافة إلى الهرم الوجب المحسن في شمال البلاد وصولا إلى القاع الحدودية مع سوريا أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس الأمريكية تقدم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بسبع نقاط مئوية في سباق للبيت الأبيض وأشار الاستطلاع إلى أن 44% من الناخبين يؤيدون كلينتون مقابل 37% لترامب المرشح الجمهوري لرئاسة الأمريكية دونالد ترامب قال أنه ضحية حملة تشويه سياسية يخوضها منفسه كما ترون أنا ضحية لواحدة من أكبر الحملات السياسية التي يشنها المنافسون الآخرون ضدي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية هم يطاردونني من أجل تدمير حتى ما يعترفون به هم أنفسهم أعظم حملة سياسية أقيمت في تاريخ البلاد تعرض قناة الميادين في التسعة من مساء اليوم بتوقيت القدس الشريف وثائقيا بعنوان الجنوب السوري لهب الأقليم الوثائقية تحدثوا عن المعارك في الجنوب السوري مستعرضا شهادات لقادة في الجيش الحر وإسرائيل تكشف العلاقة بين المعارضة المسلحة في الجنوب والأبيب وكيفية إدارة الصراع الجنوب السوري بوصلة الصراع في سوريا منه انطلقت شرارة الفوضى وفيه أشعلت إسرائيل لهبا أحرق الإقليم تعرف لك مستعدة حط إيدي بإيد الشيطان بس نخلص نحن مو شغلت من الثانيات إسرائيل نحن شغلت من السورية قدت اليوم بغولان صال يورتي لتوخ سوريا بمخوان بمוצهر نبيني كرוב أخرين نأسه بقبولينو من سوريا وגם شام אנחנו أروحين لكل التبتخل الميادين وفي وثائقيا من أعداد وأخراج عباس فنيش تعرضوا شهادات لمسؤولين إسرائيليين وضباط سابقين في الجيش الحر يكشفون فيه المستور أهمية المنطقة الجنوبية أوسية حماية إسرائيل إحنا بدنا نحمي حدود إسرائيل وعمل إسرائيل والحتي وكيف تمكن الجيش السوري من إفشال المشروع الإسرائيلي لإسقاط دمشق انطلاقا من الجنوب كنا بلشنا نعد الأيام لا يزبط بشايا سيد كيري لا أحد في العالم له الحق بإطفاء الشرعية أو عزلها أو منحها لرئيس أو حكومة أو دستور الجنوب السوري لهيب الإقليم يُعرض السبت الساعة التسعة مساء بتوقيت القدس الشريف على شاشة المياد أبرز عنوين صحف الصادرة صباح هذا اليوم مع زميلة زهراء الديراني صباح الخير زهراء صباح الخير وفاء صباح الخير مشاهدين من العراق نبدأ جولتنا على أبرز مجاة في عنوين بعض الصحف العربية حيث عنونت صحيفة الصباح الجديد واشنطن تتكفل بتسوية الأزمة بين بغداد وأنقرة قبل معركة تحرير الموصل الإدارة الأمريكية تركيا ليست جزءا من التحالف الدولي وعليها احترام سيادة العراق الحكيم ينتقد اجتماع السعودية ويعده تدخلا في الشأن العراقي الخارجية تعد تصريحات الجبير تباكيا على دعش أما في عنوين صحيفة القدس الفلسطينية فنقرأ مشاريع استطانية جديدة في القدس ونابلس تشمل مئات الوحدات السكنية ومنطقة تجارية ضخمة إسرائيل تعلق تعاونها مع الأونسكو وإلى الكويت مع صحيفة القبس رادارات أمريكية للكويت بـ 194 مليون دولار موسكو وواشنطن تستبعدان انفراجة في لوزان روسيا تنفي مقتل ستة من جنودها في سوريا وفي العنوين داعش يسحق تمردا في الموصل أردغان خطة بديلة إذا لم نشارك في تحريرها أما في عنوين صحيفة السفير اللبنانية الموصل داعش بين القتال والهروب إلى سوريا اقتراب الساعة الصفر وفرار قادة الصف الأول عبر طريق الجرذان هل حصل الحرير على ضمنات دولية الرئاسة اللبنانية رهينة حسابات وتسريبات متناقضة دولة الكنتونات الفلسطينية المحتلة وإلى مصر مع صحيفة الأهرام الأسد روسيا غيرت موازين القوى في سوريا وأمريكا مسؤولة عن تصعيد الأزمة القوات المسلحة تتصدى لعملية إرهابية بشمال سينا استشهادوا 12 من أبطال الجيش ومقتلوا 15 إرهابيا والرئيس والحكومة يدينان العمل الإجرامي أما في عنوين صحيفة الحياة السعودية فجاء في العنوان الأول تحرك بريطاني في مجلس الأمن لوقف النار في اليمن تظاهرة حاشدة في عدن تطالب بانفصال الجنوب ومحاكمة علي صالح والحوثي داعش يكشف تمردا في صفوفه ويعدم العشرات الرياض تخفض تمثيلها في بغداد إلى قائم بالأعمال وأردغان يلوح بخطة بديلة لقواته في الموصل ونقرأ أيضا والختام مع صحيفة الشروك التونسية القدس عربية الأونسكو تنتصر لفلسطين بهذا العنوان نصل إلى الختام ولنعود إليك وفا شكرا لك زهراء لم يبقى لنا سوى التذكير بعنوين النشرة اجتماع الوزان بشأن سوريا ينطلق اليوم بحضور الروسي أمريكي والدول الإقليمية الفاعلة وسط انخفاض سقف التوقعات عقب اجتماعه بمجلس الأمن القومي أوباما يشدد على حل الأزمة السورية دبلوماسيا وفد صنعاء المفاوض يعود اليوم إلى اليمن من مسقط مقابل تسليم جنديين أمريكيين موقفين لدى جهاز الأمن القومي اليمني الجنوب السوري لهيب الإقليم وثائقي على الميادين الليلة يكشف العلاقة بين إسرائيل والجماعات المسلحة للمزيد من الأخبار والتقارير زر موقع الميادين على الانترنت ميادين دوت نت ولمتابعتنا باللغة الإسبانية بالإضافة إلى صفحات الميادين على مواقع التواصل الاجتماعي إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة